اشتركوا في القناة كل واحد يقرأ وعند اختصاص معين ويقرأ في جانب معين من الحياة من العلم يستطيع أن يتحدث به لساعات وهذا الحديث يصبح شيقا وذا منفعته كبيرا فيما لو تطابق الحديث مع الواقع عندما يكون للحديث وقع على الأرض يعني هذا الحديث ينطبق على الواقع ما يتحدث به الشخص ما يتحدث به أنا له على الأرض ما يمثله عندما يكون هكذا فيكون الحديث جميل من أجمل ما يكون الحديث مسموع وحديث كلنا نصغي إليه أما أن يكون الحديث من صاحب اختصاص يتحدث لنا عن كتب قارية يعني اختصاص معين بلغة أكاديمية وليس لها يعني وجود على الأرض ما يتحدث به من قيم من رؤى علمية من دروس علمية لا وجود لها على الأرض يصبح الكلام خيالي يطبق نعم في بلدان أخرى لديها هذا عندما تحدث هذا الكلام ينطبق عليها ذلك لأنه موجود أثره على الأرض موجود وواضح لكل ينظروني لكن عندنا بالعراق هناك مليون خطح مرتحته هذا اللي جعلني أتحدث بهذا الموضوع هو حديث شخص يسموه المستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي أكثر من مرة أستمع إلى حديثه أنا رجل مختصاص اقتصادي لكني أستمع إليه لأنه الكلام اللي يحكيبه هما لغة رتمات يعني هما يعني حزورات لا نفهمها يعني مو يعني مو لغة لغة غريبة يفترض نفهمها لأنه يجب أن يكون إليه تطبيق على الأرض فهو يتحدث بلغة أكاديمية نعم نعم منطقية ومقبولة لكن عندما تأتي إلى التطبيق لهذا الكلام الذي يتحدث به على الأرض تجد لا وجود له إذن هو كلام مظلل وكلام معيب جدا ولا يقبل لأنه ما موجود هذا الكلام أنت تتحدثي من نظريات ما هذه النظريات نقدر نقرهها بكتب ولساتذة بالجامعات يوقفون يعلمون طلابهم هذا الناس نحن مو طلاب نحن مو طلاب بمدرسة ولا بجامعة حتى تلقي علينا محاضرات بقضايا نظرية لا نفهمها الأستاذ يرقي محاضرتي حتى طلابه بعد أن يتخرجون يسعون إلى تطبيق هذه النظريات هذا القول الذي قاله هذا العلم الذي يعطاهم إياه يطبقوه على الأرض الواقع ويجدون له سبيلا أما أن يأتي مستشار مالي لرئيس الإزراء يتحدث لنا بهذه اللغة فهو يريد أن يضللنا وسأقول لكم كيف يقول في آخر حديث قبل أيام يقول القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والتقدم والاقتصادي في العراق هذا الكلام صحيح هذا في كل العالم ينطبق القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي في كل العالم لكن في العراق كذب منذ عام 2003 لحد الآن وين القطاع الخاص ما الذي يتحدث في شيء يجب أن يدلل عليه أو يشير إلى ما هو موجود على الأرض غير موجود القطاع الخاص هو القطاع العام غير موجود قطاع الخاص أنه تحدث لي عن قطاع خاص قطاع الخاص وبيد من قطاع الخاص وما هو شكل هذا القطاع الخاص ومن يتحكم به هذه واحدة هذا الكلام لذلك أنا أقول هذا الكلام صحيح جدا جدا في البردان التي فيها قطاع خاص فيها قطاع عام وقطاع خاص ومنافسة وأفعال مؤثرة وله وزنه في السياسة الاقتصادية وفي السياسة العامة باستقرار سياسي واستقرار الأمن والاقتصادي عدا ذلك الحديث عن القطاع الخاص كشريك في التنمية والتقدم الاقتصادي هو مجرد يعني كلام أكاديمي يلقى في محاضرات والجامعات ولا وجوده لتطبيق عليه في الأرض إذن هو محاولة للتضليل عندما يكون على السند من يسمون نفسهم مستشارين ليس أستاذ جامع يلقي محاضرة بالجامعة وعلى الطلاب حتى يكونون غدا هم رجال المستقبل هذا كلام واحد في ذلك التطبيق العملي والواقعي في الحديث عن الإراثر موجود أي حديث في هذا الاتجاه هو تضليل ومحاولة التضليل والكذب على الناس ويهمهم ويقول أيضا أن مؤسسات السوق الشركات بأن قوسي أنه يتحدث عن الشركات يقول الشركات تمثل ركنا مهما من أركان الاستقرار والنمو وشريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي للبلاد يا بلاد هذه وين هاي الشركات شنو شكل هذه الشركات يعني معاو هذا الكلام شركات يا شركات شركات الصيرفة هذه اللي تابعة للميليشيات وأمريكا تركض وراها وتسرق الدولارات وتهربها إلى إيران هي هاي الشركات تنهي البطالة التي موجودة في العراق تستوعب كل الأياد العاملة وين هاي الشركات وش تنتج شنو الانتاج ما لها بالسوق العراقي خلي يقول لنا هو هذا السيد المستشار المالي لسيد رئيس الوزراء يعني هو باختصاصة يفهم لا ناقش هذا الموضوع أكيد لكن أن يضللنا بهذا الحديث هذا نقول به وعيب معيب جدا جدا أن نستخدم العلم لتضليل الناس أن نستخدم ما نعرفه من معلومات أكاديمي لنظلل الناس بها عيب عيب جدا جدا وما يكفينا التضليل ويكفينا المسدس وتكفينا البندقية والتهديد والميليشيات يظللون العالم بالقوة أنه جينا حتى واحد أكاديمي يفهم بهذا القضايا حتى يظللنا يتحدث عن أشياء موجودة في بلدان آخر وموجودة بالكتب لكن عندنا غير موجودة ويجب أن يشرها هذا كلام لا يتجاوز الكتب لا يتجاوز البحوث النظرية لا يتجاوز النظريات الأكاديمية لم يكن له تطبيق على الأرض فهو مجرد خيال مجرد وهم وهذا غير موجود بالعلاق أصلا فلماذا الحديث به وكأنه حالة حقيقية ليش الحديث به وكأنه حالة حقيقية هذا جزء منه محاولة التضليل محاولة الإفساد والإيهام محاولة صنع شيء كاذب مخادع للناس يتحدث طبعا عن منهاج حكومي يقول منهاج الحكومي تجسد بأهداف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أي منهاج حكومي هذا خلي يقول لنا شنو هذا المنهاج الحكومي وين هو هذا المنهاج الحكومي مجرد كلام لا وجود له لا أثر له على الواقع والكنفيذ ما هو موجود لأنه ماكو شراكة أساسا بين قطاع عام وقطاع خاص وما موجود قطاع خاص وين الشراكة وين المنهاج الحكومي فإذا هو المنهاج الحكومي أساسا اللي تحدث عنه أنت هو منهاج كاذب أي منهاج حكومي منهاج حكومي يعين ثمان ملايين موظف بالدولة نبطيهم واحدة ثمانين ثنين وثمانين مليار دولار سنوية من واردات العراق منهاج حكومي يعتمد على النفط فقط على واردات النفط فقط وتذهب للفساد وتمويل الرواتب وهذه لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا تنمية أي منهاج حكومي نسوي أربع مجسرات خمسة ونقول هذا منهاج حكومي ونهاج البناء والعمر هذه كذب محاولة للتضليل محاولة للإفساد محاولة للتخريب محاولة لرسم صورة أو وجه جميل لوجه قبيح يعني قناع جميل لوجه قبيح جدا واحد عشرين سنة من الكذب والخداع والتضليل والتزييف والتخريب العراق وبالتالي يجينا المستشار المالي يتحدث لنا بدروس أكاديمية لا وجود لها على عرض الواقع ومع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة